الجنسية الروسية لا تتركون للموت لم نتوقع وضعنا على خط الجبهة الأمامي صرخة جديدة بصوت سوريين وجدوا أنفسهم في خنادق المواجهة ضد الجيش الأوكراني بعد أن تطوعوا في صفوف الجيش الروسي بحثا عن ألفي دولار وامتيازات وعدوا بها من بينها الحصول على الجنسية الروسية شبكة الراصد المحلية نشرت ما قالت أنها مناشدة أطلقها 12 شابا سوريا وثلاثة مصريين من خط النار الأول في منطقة لوغانسك يطالبون فيها بتخليصهم من الحرب التي قالوا أن جيش موسكو زجهم فيها من دون تدريب في خنادق متباعدة وبلا وسائل حماية بعد وصولهم إلى روسيا بثلاثة أشهر وأشارت الشبكة إلى أن الشبان تسلم دفاتر الخدمة العسكرية الروسية في الرابع عشر من شهر آذار الماضي بعد ترتيبها من قبل وسطاء سوريين على رأسهم رجل يدعى وسيم الدمشق يتقاضى عن كل عملية تجنيد مبلغا يقارب المليون ونصف المليون ليرة سورية تزامن تسلم الشبان الاثني عشر لدفاتر الخدمة العسكرية الروسية مع قوائم كانت قد نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية كشفت خلالها آنذاك عن أسماء 141 سوريا قالت إنهم يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا كما جاء تجنيدهم في وقت كثور فيه الحديث عن تعرض سوريين لما وصف بعمليات احتيال بعد أن وقعوا على عقود مع روسيا عن طريق شبكة سماسرة قالت الراصد إنها أوهمت الشبانة بفرزهم ضمن شركة خاصة لحراسة مناجم ألماس وذهب في مقاطعة ياقوت الروسية لا في جبهة مشتعلة بمواجهة الجيش الأوكراني هنا شدات المجندين السوريين في الجيش الروسي المستمرة منذ أشهر ومطالباتهم التي يرى فيها بعضهم حالة من الندم تحمل رسالة واحدة مفادها تعرضنا لعمليات احتيال روسية وعلى كل من يهم بالقدوم التريث فهذه المعركة لا ناقتلنا فيها ولا جمل